عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعا برئاسة الرئيس السيسي وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات غير المسبوقة وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري واخذ الاجتماع مع وزير العدل المستشار عمر مروان لمتابعة جهود تطوير منظومة التقاضي وجه الرئيس عبد الفتاح اسيسي بتعزيز تطبيق الربط الالكتروني للمحاكم وذلك على مختلف المحافظات كما وجه الشكر للقضاء والموظفين في إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة ذلك لجهودهم في ضبط إحدى القضايا المهمة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من الإجراءات كافة عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعا برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عبدالله شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار عبدالأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار حماد الصاوي النائب العام والمستشار الدكتور أبو بكر صديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات غير المسبوقة وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 11-2021 اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة القضاء مجلس الدولة النيابة الإدارية قضايا الدولة عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارا من خارجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة ومن خارجي دفعة عام 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة امداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوة المنظورة عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدى وزارة العدل مع وضع صقف زمني لمدة الندب الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس حرس منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق تنصيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية والنهوض بالشأن القضائي وستساهم هذه القرارات في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والبرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية كما تحقق أيضا المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوة للوصول إلى هذه المساواة كما ستوسع هذه القرارات من فرص للتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعد بعد طالب التعيين كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقادي على مستوى الجمهورية وقد استعرض السيد وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقادي سواء من حيث رفع كفاءة مقر وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات فضلاً عن التلاعي على تجربة إنشاء محكمة شمال دمانهور الابتدائية بنظام المباني سابقة التجهيز أو من ناحية تطوير الجانب التقني حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقادي كما عرض المستشار عمر مروان مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشراطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز تطبيق الربط الإلكتروني للمحاكم على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية وبما يتواكب كذلك مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الجمهورية كما وجه السيد الرئيس الشكر للسادة القضاء وموظفي إدارة تنفيذ الأحكام في محكمة جنوب القاهرة وذلك لجهودهم في ضبط إحدى القضايا الهمة التي سيعلن عن تفاصيلها بعد الانتهاء من كافة الإجراءات